موسيقى لو أنت لا تهتم في الكاميرات المررلس أو الكاميرات الغير مزودة بالمرأة فمن فضلك يرجع إعادة النظر في الشيء الذي قاعد تسويه أنت ونبدأ الفيديو الفيديو حقنا شوية مختلف أبدأ الإنترو يا مخرج هيا شباب ديسي السلطان عبدالل أنتو دايدز قنا بي فيديو حقنا سيكون غير وغير دائما معاكم لو أنت أول مرة تشوفني في حياتك يا مرحبا بك ولا تنسى تشترك في القناة أسببت توصلك كل جديد أول بأول وأسببت أن نوصل عشر تالاف مشترك موضوع حلقتنا اليوم مثير للجدل والصراحة أنا أشوف المستقبل أشوف شيء جديد علينا كانون R5 كانون R5 الكاميرا الخرافية الحين لطلعت مواصفاتها خرافية صراحة شكرا كانون على هالشيء اللي زمان ما سويت إياه مدري ليش سويته الحين بس الصراحة أنا أشوف هالشيء من المستقبل المواصفات الخرافية والكاميرا الخرافية من ناحية السعر والمواصفات تعرفون آخر مرة طلعت كانون R وهالكانون R كانت تصور 4K بكروب يعني بتصوي تقطير يعني بدان ما تصورها في فل فريم بتصوي لك كروب الكانون R5 الحين بتصور لك مش 4K بتصور لك حتى 8K بدون كروب ديام ديام بدون كروب شو رايكم بالموية اللي هني ترى في وايد عقاربة وعناكب بتروح حالله يستر يكون هنة كروب وشيء المهم اهههه الكنون R يا أخي اللي كانت قبلها دايما كيف ما قلنا تصور 4K ونحن ما نببه 4K كروب نحن نببه 4K فول فريم المهم المهم يهم مواصفات الكاميرا اللي عجبتني صراحة بي أنها قاعدة تصور 8K وشيء خرافي أول مرة اسمع فيها يعني موجود بس في الكاميرات السينمائية اللي هو 4K 120 فرين برسكند يعني سلو موشن 4K عادة أنا عندي 1DX Mark II بتصور HD سلو موشن 120 فرين برسكند بس 4K 120 فرسكند من أهم ما يميز Canon R5 الحالياً اللي أشوفها واللي كاتبينها هم في الموقع لأن الآن ما نقدر نجربها ولا نقدر ما نقدر نسوي عليها أي شيء إلا يوم تنزل في نهاية الشهر إن شاء الله من أهم ما يميز هالكاميرا يعني هي أول كاميرا من الجيل الجديد للفول فريم لكانون R اللي هي من جيل EOS R صورت فوتش أكثر من 20 دقيقة وطفت علي الكاميرا لأنها سخنت وصورت بس دقيقتين وعشان كده حنروح الحين للستوديو حنكمل التصوير شو بقولكم ها هذا مشكلة للكاميرات الصغيرة هذا هو قبل ما روح المكان طار ورهيب كما تشوفوا الحين بس قبل ما روح أصور لكم إياه وراويكم في آخر الحلقة براويكم المكان شو رعيكم يلا شوفكم في استوديو شو السلام عليكم شباب ومرحبا بكم في الاستوديو الحين ونكمل الموضوع حقنا الحين قلنا أنه Canon R5 قاعدة تصور 8K والشي الرهيب لي نسيت ما ذكرته وممكن نحسبت الحر اللي كان برا بس إنه 8K مش بس 8K لوغ أو اس لوغ أو أي شي نفس كده لا بتصور يا جماعة رو فهالشي اللي بيخلي الكاميرا بيخليها كاميرا سينمائية بيخليها كاميرا سينمائية صغيرة تايني يعني صغيرة ومتنقلة معاك تنقلها في أي مكان معاك تخيل الشي الرهيب شو تبقى أكثر من شيء ولا ننسى إنها بتصور رو بتصور بعد 4K 4K مش بس 4K تصورها لا تصور 4K 60FPS وبعد 10bit يعني كأنها رو بس يعني 10bit يطويل لعمر بيعطيك flexibility في تعديل الألوان يعني كأنها رو بس مش رو يعني بيعطيك data كبيرة تشتغل عليها والشي طبعا اللي ما كان أبدا في Canon R اللي طلعت الجديدة وكل الناس كانت صراحة يعني ديسبوينتد كيب ما يقولون أو كانوا حطت كاميرا جديدة وما فيها لا سلو موشن ولا فيها 10bit على الأقل مقارنة بالكاميرات اللي في السوق اللي طلعت ال Canon R الناس كلهم ما كانوا راضين على الكاميرا اللي طلعت جديدة من Canon بس هالكاميرا اللي طلعت الحين من والله it's gonna break it literally gonna break the market هتكسر السوق خصوص بالسعر حقها والمواصفة اللي بالنسبة للصوير الفوتوغرافي والمصورين المحترفين الفوتوغرافيين Canon R5 الشي رهيب بالنسبة لنا بتصور 45 ميجا بيكسل 45 ميجا بيكسل انت نتكلم على صورتك مش بتحطها في عمارة أو بتحطها ما مدري عمارة وأكثر 25 ميجا بيكسل بتحطها في عمارة ممالك 45 شو بتسوي بها الكم الهائل من البيكسل دايم خلنا نشوف شو كاتبين في الموقع لا تنسوا ان الكاميرا بعد فيها ميزة خرافية واللي أنا شخصيا عجبتني هي 20 فريم بر سيكون لو انت قاعد تصور بالغالق الالكتروني دايم 20 فريم بر سيكون ولو انت على الغالق الميكانيكي بتصور 12 فريم بر سيكون دايم يا اخي الكاميرا صراحة لا المصورين فوتوغرافيين ولا صانعين الأفلام سوف يحبها لو انها تعمل كما يجب عليها سوف يحبها ان شاء الله ان شاء الله ما تكون تسخن انا في نظري حيكون عيبة الوحيد واللي اتمنى ان شاء الله ما يكون انها ما تسخن لان كاميرا بهالحجم الصغير وفيها كل هالمواصفات طبعا المعالج حقها حيكون يسخن على السريع وحيخلي الكاميرا تسخن على السريع سيكون هذا عائق لك لو انت متلا قاعد تصور شيء رياضي او شيء تغطيات او شيء نفس كده ستستل الكاميرا لين ما تبرد بعدين تصور فيها والشيء الثاني مثلا لو انا قاعد اصور في مسبح او اي مكان في بس شوية رطوبة الكاميرا ستسخن علي مثلا الحين هنا كنا قاعدين نصور الكاميرا اللي قاعد اصور فيها صوني A7III صوني A7III الحين فيها خاصيات ممتازة بس لو انا احب اصحب اصور بس دقيقة 4K برا مع الحر اللي موجود بتطف علي الحين سجلنا 20 دقيقة هالشيء الكلام كله اللي قاعد اقوله قلته قبل والحين قاعد اصوره مرة ثانية لانه طفت علي الكاميرا وانا مادري او دقيقتين يا طويل اللي عمر صورنا فيعني الصوني ما اقدر اصور فيها الا في الاماكن الباردة فتخيلوا معاي لو كانون ان شاء الله ما يكون فيها الشيء ان شاء الله يا رب لو ما كان فيها الشيء بتكون كاميرا خرافية بشكل غير طبيعي يعني لكل صانعي المحتوى اللي بيصافروا بخصوص اللي بيصافروا برا واللي بيصوروا اشياء مثلا فيها جهد ويودي معاه ترايبود هالاشياء حتكون هالكاميرا خرافية له لو ما كانت تسخن لانه حيتخلى على الكاميرات الكبيرة اللي كان يوديها معاه الكاميرات السينمائية والاشياء وحيصير يودي معاه كاميرا صغيرة بيحطها معاه بيروح اي مكان جبال تحت الانهار يتسلق يدخل داخل يطلع فوق يقدر يصور فيها في كل مكان لانه صراحة فيها بعد مانع الاهتزاز اللي شفتنا البارح في الاعلان او ورن بارح شفت في الاعلان كان صراحة خرافي كانون عطت الكاميرا حقها ازا سامبل بعد اليوتيوبرز وانا شفت الموضوع وصوروا فيه بيقولوا انه خرافية استيبلايزر اللي في الكاميرا بنفسها يعني البضي حق الكاميرا في استيبلايزر خرافي لا تنسوا انها الاول مرة كانون بتحط استيبلايزر في البضي حق الكاميرا حقها زائد لو عندك عدسات فيها استيبلايزر فحيصير عندك استيبلايزر استيبلايزيرين ايه 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 دي لازل اثني استيبلايزر واحد الكاميرا يطويل عمرو و الثاني بيكون في العدسة حقك يعني عيش لا تودي معاك لا ترايبود ولا جيمبل ولا اي شي نفس شي حتى شفت في الاعلان حقهم انك تقدر تصور تصوير الليلي او تصوير حق الموية اللي لازم تحطه على الترايبود تقدر تصور بس فيها كليك حق 2 second 3 second بيصور معاك صورة ثابتة وما يحتاج انك تودي معاك ترايبود الشي ثاني ان كلنا احنا نعرف ان احسن كاميرا ديسلر في مجال الاوتو فوركس هي كانون ولا تقولي احنا صانعي المحتوى والفيلم ميكرز الحقيقية لا يحتاجون الى اوتو فوركس وسوون اوتو فوركس بايديهم كل تبت تحتاج اوتو فوركس مثلا انا قاعد اتكلم الوحدي وما في حد يساعدني ليش اعدم نفسي اسوي الفوركس بعدين لو انا احب متلا اتكلم اسوي اوتو فوركس واتكلم معاك في الكاميرا كده اتحرك بكل الاريحية واروح قدامه وورا ليش اغصب نفسي انه اكون في مكان واحد وما اتحرك عشان ابيني محترف ماشي عيب في الاوتو فوركس اهم شي انك تكون متعلمهم الاثنين وتشتغل فيهم الاثنين تشتغل بالمانوال فوركس في الاشياء اللي انت قاعد تشتغل في مع تيم او شي او اي شي تبا انت تستخدمه يعني استخدمه استخدمه في المكان الصحيح والاوتو فوركس ما في داعي انك تشتغل فيه بعد لو انت محتاجة ما في عيب فالاوتو فوركس حق الكنون ار 5 الحين تبدل وصار احسن بكثير من اللي كنا نتصوره من زمان كان يمسك بطريقة احترافية الوجه يعني وين ما رحت بيمسكك بس الحين مش بس الوجه اضافوا شي ثاني حتى حتى الوجه حق العصفور او العين حق العصافير لو انت تبا تصور طائر يطير او اي شي بيسوي لك اوتو فوركس حتى لو هو بعيد والشي ثاني حتى لو انت قاعد تصور او حيوانات برية لو انت تصور في الاماكن البرية والغابات والاشياء تقدر تاخد الفيل تقدر تاخد الاسد تقدر تاخد كل انواع الحيوانات بالاوتو فوركس وبدون ما يضيع لك الفوركس او تينكي وها كذا الكاميرا فيها مدخلين حق الماموري كارت وبعد فيها الواي فاي تقدر تستخدم سي فاست اكستريم اكستريم سي فاست فيها وفي الاس دي كار وبعدين بالواي فاي بعدين تقدر تحول الواي فاي حقك بس يا ترى اني اقدر احول ايت كي رو بالواي فاي خلت يجي في ايدينا وبعدين نشوف السعر الخرافي اللي شوفنا انه وضعته كانون هو تلات تلاف وتسعمية دولار او تلات تلاف وتمانمية وشيء في كلتا الحالتين اللي هو تلاتاشر الف درهم اماراتي او حوالي 14 الف درهم اماراتي بس للبضي بدون عدسات بس كومهن ما السعر خرافي وين تلقى كاميرا بهالمواصفات بهالتمن المهم لو عجبتكم الحلقة لا تنسون تدعمون باللايك والشير ولو ما عجبتكم بعد تفضلوا انتقدوني في الكومنت ولو استفدت شيء ولو شيء قليل لا سنسى تشارك الفيديو مع ربعك عسبت تعمل فائدة و اشوفكم الحلقة الجاية سلام اشتركوا في القناة